غريب نمر مسيري شبيبة القبائل فعوض السعي لتدارك مهازلهم التسيرية وبداية موسم مخيبة لآمال عشاق النادي تتواصل الخرجات العجيبة لإدارة فقدت جادة الصواب فبعد الطلاق مع المدرب التونسي الزلفاني منذ أول جولتين في الموسم الكروي الجديد استعانت إدارة الشبيبة بالمدرب بوزيدي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فعادت الحياة نسبيا إلى الفريق بعد انتصارين في الشلف وفي النيجر لحساب دهاب الدور الأول من كأس كاف إضافة للعودة بالتعادل من بسكرا وتحقيق الفوز على جمعية عين مليلة رغم توضع الأداء كحال توضع تعداد الندي الذي لا يرقى لمستوى فريق كبير كشبيبة القبائل ورغم النتائج الإيجابية نسبيا وعودة الهدوء إلى بيت الندي صار مستقبل المدرب بوزيدي مهددا بعد الاتصالات التي ربطتها الإدارة مع المدرب الفرنسي لفان والذي قد يعود إلى الجزائر من بوابة الشبيبة انتصار في بسكرا في النيجر ونخطع كاين اللي يقبلها كاين اللي يقبلها شربي يسأل أنا واللعابين قبلناها في الشلف تلت ميقات اليوم تلت ميقات ولا كاين جون جاك ولا فون دامي جي يارون براسلي يوسف بوزيدي مسكين وليد لوساندي ما كان حتم التشكل الكابة التاعي واجداء والعشيارة اللي في لوساندي الخارجة الإعلامية لبوزيدي بعد مباراة عين مليلة أكدت أنه على علم بما يحاك ضده وأبدأ استعداده للرحيل ليكون مستقبل الشبيبة مرهونا بقرارات غريبة وخرجات تهدد مصير الفريق وتسيء إلى صمعته وتؤكد للمرة الألف أن مشروع الإدارة الحالية محض مشروع وهمي لا أسس له بعد ثلاث سنوات غابت فيها الألقاب وغاب معها الاستقرار الفني وسجلت المهازل حضرها القوي في بيت الزعيم